هلا هلا بفاضل يلا حيا بارك لبفاضل تهم ملكين بارك له بارك لبفاضل الله يبارك له يا رب ويجعل ان شاء الله بداية خير عليه يا رب العالمين الله يطول عمرك هذا ابو اخوي ابو عبد الرحمن هذا كيف الامور بفاضل خلاص ملكتو الحين اه يعني دفعتو مهروا الدنيا وكل شي كامل مهر سنسأل عجل اذا الناس اذا بغت تعرف يعني تسأل او شايا نكون عندنا مش معادير هيا مش طبخة هيا عشان تاكل لواحد ولدنياته ملابش دعوة ايه يعني دفعتو المرات وذهب وفلوس اه يوفقهم الله يوفقهم بارك لهم طبعا كل شي على الرجال ما في شي على الحريب ايه مبمث الوليد ولي تارى ما دفع شي يرقايا كل اللي قايمة في الالدي انت عندكم مشاركة الزواج مشاركة يعني هي تجيب حاجة وانا هي تجيب حاجة مش هي اللي شايل اللي هي ترى يا جماعة الخير يعني موضوع وليد ترى مرة سهل يعني لما يقول لك انا متجوز بكذا ترى ما دفع شي ما دفع شي بس عندهم عمايدهم مشاركة خلا علمكم يعني الناس اللي ما تعرف وليد يعني مثلا ما يتكفل بكل شي مثل عندنا له هو يجيب الغسالة يجيب الثلاجة يجيب الفرن هو يجيب الكنب على حسب ايه يجيب غرفة النوم هو يجيب المكيفات بس ما يدفع كل شي هو الدكتورة شايلة كل شي ترى بس ما مثل عندنا احنا الدنيا عويصة اا الدنيا تعال اقول لك عندنا الزواج تسوي حانا تكلم لك عندنا ايه عندنا تروح تخطب وافقوا عليك اول خطوة تروح تجيب دبل تلبس دبل بعدها شو تسوي تحددون وقت الملكة وقت الملكة شنو تسوي ستسوي تروح تود المهار والهذا والفاكهة وكل شي يعني حتى الفاكهة ووقت الخطوبة يعني انهم بنملك في بيتهم انا ودي الفاكهة يعني انت راح لهم بيتهم تاخد الفاكهة معايا عشان الملكة لي وحطيهم مهار حلو والمهار عاد تعالوا لهذا كل عيلة ويحطون مهار بكيف المهم ايه المهم بعد ما يخلصون يحددون وقت الخطوبة لهذا حفل خطوبة قاعة ودنيا وبوفيه وعاشة وكذا وترتيبات كلها من اللي يدفعها مين احنا والاخ هو برضه اللي يدفع رجال هديك ما تسوي شيء لهذا كل شيء ما نسوي شيء خلصنا جيت الحين وباشبك وبخاطب وكذا كذا وقت الشبكة يلبسها طقم ذهب شبكة ده ساعة الخطوبة يا ايه خلصنا ما خلص ما تعمل له ايه تاني اسمع بعد يحددون الزواج والزواج كل شيء تختاره هي اللي تختار الكوشاوية اللي تختار الدنيا وتختار الهاده ومن اللي يدفع الاخ هو اللي يدفع الاخ هو اللي يدفع ويتكفل في الزواج كله من القاعة من العاشة من الدنيا من كل شيء حتى هي هي يعني مثلا تجيب لها اشياء هي تجيب لها مصورة مثلا تصورها فلما تيجي المصورات تصورها مثلا تقول لها بحشر الاف شي تسوي تعطيها عربون الف وبعد الزواج لراحت تستلموا الصور شكالت حق لهذه راح استلمهم خلصنا خلصنا حتى الحين تقات ليلة الزواج في عندنا في الحسة بس بالذات ليلة تسمونها ليلة ليلة حبة الراق بعد العرس بعد العرس بثلاثة ايام يومين على حسب يعني ليلة حبة الراس يسمونها في الحسة لاش انت بوص راس وتعمل لها ليلة اسماء او يسمونها في ناس سمونها ليلة الثالث بس الزبدة لنا هي تبريكات ايه حق التبريكات يجون يبركون لمين مو من اللي دفع مش للاخ للعروسة خلصنا ما خلصنا ما خلصنا ليلة هذي كل حد يجي يجيب معاه هدايا بل هو مين اللي يجي باركون كل حد واللي ما يجيب معاه هدية يجيب معاه فلوس ملفة كذا كنا سارقهم عرفت النظامنا والباندا ايه عرفت والفلوس هذي والهدايا كلها حق مين حقها هي والاخ عادي يتفرق هذي كل شي باقي شي واحد اصبر باقي شي واحد بعد الزواج الحين عمتك اللي هي ام العروسة تصير حماتك لتو عندكم حنا نسمونها عمتي عمتي سميها عمتي هذي بعد العرس بعد العرس احنا عندنا عشان انت ما تشوفها ما تنقبينه وعبيه وغطاوي وكذا يعني انت عشان تشوف حماتك يعني تشوف حماتك شا تسوي كم تدفع بودعيم يدفعوه صح عشان تدفع هدفع فلوس عشان يشوف حماتي ليه يا با العميلة ديانة هي ولا 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 ما سيب اليسة ولا انتش حذر امان عشان تشوف ليه يا با انت عندكم موال كبير يا با ليه كده يا با كتير لازم تدفع لعمتك لا يا با انا عاد عازي با اخر نصفع الليلة دي كلها يا با ده انتم موال اقول لك بخمس تلاف بخلص الليلة ده انتم بتحق عليكم هنا والله العظيم هده عوايد عوايد تقليل اه هو كلكم المشاوير كامل لو انت هاني بتجيه ايه ومش عارفين ايه ومش عارفين ايه ومش عارفين وتدفع لحماتك اخر شي عشان شنو عشان اشوفها از معان اهل ما شفتها مش عاز اشوفها يا سيدي هلا هلا ومارحبا هلا باتونيا هلا طبعا هذا تبع باتونيا بس هو يعني ما بيبين في التصوير وحنا عارفين احنا يعني نحترم رغبته يعني لا محترم لا محترم لا معدب يا اشوف باتونيا جيد باتونيا ذا ايه باتونيا مو بعه اشان انه يعني انه ناخذة بلاشة من عسي يقولون ايه بلاشة فهم يلبسون لا والله مو بعه باتونيا اليوم اول شي قبل باتونيا باتونيا ترا جد 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 يعني اش اقول لكم شوفو شوفو باتونيا عشان كده عشان نه مريح مو مريح حتى لو بلاش مرح تلبسه خلا وريكم شوف باتونيا هذي باتونيا هذي باتونيا دقيقة تأكد متأكد انت؟ ايه اينه ما في اسم اينه باتونيا اينه باتونيا هذي باتونيا بعد باتونيا والله جد جد ترى الجزم باتونيا يعني براند سعودي ما شاء الله تبارك الله قاعدين ينتشرون انتشارهم هذا ما جا من فراق جا من ايش؟ جا من تعب وجهد بالاضافة الاختيار اجود جا من ثقة العالم ثقة العالم هي اللي تكبرك وهي اللي تصغرك انت تبدأ بشي سيء انت راح تبيع في البداية بعدين انت راح تسقط شوي شوي ما راح تكبر شوي شوي لكن لما الزبون هذا يشوفك وتربي عميل هذا العميل يجيب اخوي يجيب خالته يجيب عمته يجيب شوي شوي كل واحد يمدح المنتج اللي عندك فتكبر شوي شوي فباتونيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اليوم وصله وكم فرع يا عمري بس هو ما بيبين كم يا عمري 11 فرع ما شاء الله تبارك الله احترام رغبته حطيت يادي بس عشان ليباك احترامتها ما بينتك العلو، احترامتها هنا احترام رغبته المهم باتونيا جاب لنا عرض ما شاء الله ان شاء الله يعني ما يقل عن العروض اللي قاعد تقدم في اليوم الوطني جاب لنا عرض وركزه يا جماعة قبل ما ابتدي بالعرض قلتها كثير وكررها باتونيا يتميز دائماً بشنو؟ الخفة والجودة والجودة الخفة انك تلبس جزم خفة ما في ميزان خفة خفة وصابغت نحن في فرعهم وزننا الحذاء وما في حذاء عندهم ما في حذاء عندهم ما في الممريفون الممريفون كل الأحذية شوف كل الأحذية شوف فيها الممريفون كلها كل الأحذية تيجي هنا هذه فيها الممريفون حلو شوف الحبيبات هذه شوف كلها كلها تنيجي حق الجزاء مثلا شوف 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 هذا والله ممتاز ما شاء الله جميل رسمي وكشخة ولا لا هذا حلو طيب الحين نروح نشوف وش العروض اللي هم مقدمينهم لنا بتبدأ بأي عرض الأول وال الثاني خلينا نبدأ بواحد وواحد واحد وواحد شوفوا أول شيء الأشكال هذه وحميد يقول أنا اخترت خلاص هو بالعادة نبدأ نصور وبعد ما نصور نروح نختار ونرجع حميد يقول اخترت أنا من ذولة اخترت أول شيء شنو العرض اللي على ذولة طبعا هذي كل جهة عرض وهذي الطاولة كلها عرض شوف الأشكال وفي الموقع كثير ما شاء الله وفي الموقع بتشوفون أشكال كثيرة أي قطعة من اللي هنا تاخذها الثاني مجانا نعم تختار لك بمعنى تختار ادخل في الموقع اختار مثلا جزمه حذاء حذاء ونسائي حذاء رجالي كيفك تختار واحد الثاني مجانا تختار انت الاثنين لما تيجي تدفع الأعلى سعرا هو اللي بتدفعها الثاني بيطلع عليك شنو مجانا مجانا احمدش يقول الشغل اللي اخترت لهم من دولة النوعية هذا البس ثوب والله البسوا بيحيم شوف خفيف خفيفة وتيجي شحلو والله حلو شكله مرة حلو وغير كذا يجي مننا ألوان يجي مننا هذا يجي مننا هذا بس ترنا اختيارك انت الحل كحلي بطل هذا جميل تقصة بريان وفي عندك القصة الثانية هذه هذه القصة الثانية هذا 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 حلو بس هذا جميل هذا يفهم يفهم طلع يعني على منو على بوخه هذا هنيكم عليه بطل بعد عمري ايه مننا يرحمكم اتركوا السلام هاي سوريح نفسك ورأي احنا المهم هذا مرة حلو بحث لكم رابطة هذا تختار مع أي شي تختار مع أي شي تاخذ هذا تاخذ مثلا حدا نسائي مثلا شوف العحذية النسائية شوف شوف هذا هذا أنا صورت من أول وحطيناه من أحلى الأشياء اللي صورناها هذا نسائي مرة حلو هذا الصدار الجديد هذا الصدار الجديد نعم بخير ايوه شوفينا بريان غيروا اللي هو الأرضية حقاتها ايه بحثنا على الانزلاق من الانزلاق وبعد برضو ما شاء الله الممري فهم الممري فهم هذا مرة حلو يعني عندكم هذا مثلا من العرض هذا لو تبون مثلا نسائي ورجالي عندك هذا النسائي وهذا الرجالي الاثنين ذولة تاخذهم سعر واحد بس ادفع حق واحد والثاني مجا وصفقوا حق باتونيا انتوا كذا وين راح نحن نجي للعرض الثاني العرض الثاني مرة بطل الأمهات البهات الشباب اللي عندهم اخوان كثير مثلا ركزوا عرض الأربعة أربعة في عرض واحد أربعة أربعة أحذية وين متين أو وين راية تعب المقفة أربعة في بكج واحد والأربعة ما يحدونك على شي يقولونك أبد احنا تحت رغبتك عطني الموقع الموقع يقول لك ان تدخل أول ما تدخل الموقع شوف الموقع هذا الموقع الرئيسي خش هنا خانة دي أرجع من جديد عشان بس الناس تخفض تخشون هنا تخش هنا في الأسفل الثلاث هذه أربعة أربعمية ثلاثمية واربعة ثلاثمية واربعة ثلاثمية واربعة وتسعين هنا بعدها نعم تختار وشوف طبعا هذي شوف شوف الحين الكمية هذي كلها نقطة بحر باتونية شوفوا الأشكال تبارك الله شوف حتى هذا السليبر ما شاء الله نسائي جابو ألوان كثيرة كثيرة شوف ما شاء الله تبارك الله تختار لك أي أربعة انت بي نسائي رجالي سبورت جزم اللي تبي اللي تبي تختار لك أربعة بالمغاسات اللي انت بيها بثلاثمية واربعة وتسعين شوف شوف الأشكال الزبيريات ما الزبيريات شوف هذا الحين بوريك هذا أنا هذا عجبني شوف شكله مع الثوب البس البس مع الثوب حلو وعندك هذا الكحلي بعد شوف شكله شوف أنا والله ودي أختار أربعة من هنا لكن يوم اني شفت صفحت الموقع شفت ما شاء الله في أشكال كثيرة هذا اللي لابسها أي شوف ما شاء الله شوف هذا بعد الكحلي اللي يبي الكحلي ما الكحلي